لدينا أرادة لجميع لي تنميزي اولكم لو دي أول مرة تشوفوني النهاردة بناء على طلب ناس كتير قوي إننا هنعمل فيديو عن أكتر البرودكتس الكويسة اللي أنا استخدمتها للبشرة والشفايف والإيدين والضوافر والحاجات دي اللي استخدمتها وأقل من 50 جنيه وكانت الإفاكت بتاعها حلوة قوي وتقريبا أحسن من حاجات غالية كتيرة في هيدان بس كده هيبقوا ما بين الـ 50% بس يعني عشان انا حسيت ان انا لازم اتكلم عنهم طالما هنعمل الفيديو ده النهاردة انا الحاجات اللي انا هتكلم عليها النهاردة مش بس حاجات من زوقي الخاص ولكن سألت الناس على تويتر ايه اكتر الحاجات اللي بيحبوها واخترت اكتر حاجات كامون هم قالوا عليها انا جالي تقريبا في حدود اكتر من 200 ريبلاي وجالي مسجز كتيرة جدا على ايه الحاجات اللي الناس بتستخدمها وعايز اقول لكم ان كمية البرودوكتس اللي متعادة غريبة يعني فعلا البرودوكتس الكويسة بتبقى كامون مع ناس كتيرة قوي طيب انا هبدأ باكتر حاجات كامون جات لي وسعرها اقل من 50 جنيه واولا اولا بي حاجة برضو based on my own experience الليب بطر ده او زبدة الشفايف دي طحفة من لونا دي سعرها بالزبط 21 جنيه وربع جايبها من رويل هاوس هتلاقوها تقريبا في معظم الصيدليات ان ما كانش كلها لان لونا منتج مصري فالحاجات المصري دي بتبقى متوفرة بشكل كويس قوي في الصيدليات زي ما قلت ده لونا عايزة بس ايه عشان الناس دايما بتقولي ان هما ما بسيبش الحاجة قدام الكاميرا وقت كفاية فده من لونا حلوة قوي وكمان كريم الادين برضو من لونا ده حلوة قوي 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 ده كريم ادين وكريم الكعوب ده من اكتر حاجات الافكتف لان هي يعني جامدة فاو يعني او هاوي او تقيلة فاللو مستخدمها مرة فدي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها دول كويسين قوي لان انا عندي دايما في وقت الشتة ايديا يعني دوافري كده دوافري ايه صوا مشيما الحيطة دايما بتبقى مقشيفة بسليت 70 دول فعلشان كده دي من اكتر الحاجات اللي استخدمتها ومن اكتر الحاجة اللي جاؤت روكومندد اساسا اللاين ده اللاين ده من اا من لون ومن اكتر الحاجات الى اللي تقللي عليها من الناس هو اللاين كامل يعني كل المنتجات اللي من نفس اللاين ده كويست قوي طيب دي اول حاجة جاتلي ثاني حاجة جالي مسكلكم ده مش كلامي انا ده كلامكو انتو ان من اكتر الحاجات الحلوة انا هقول لكم ايه الحاجات اللي انا بحبها من بعد المنتج ده بقى الحاجتين دول او اول حاجة بحبها بس دول من الركومنديشنز او من الحاجات اللي انتو قلتولي عليها تاني حاجة بقى تقالتلي منكو هي الغسول بتاع جرني ايه انا عرفت سعره كام بس برضو مبارح كنت مع اخويا في كرفور بس هو قرر ان هو يصار بعني فما لحقتش اشتريه وما لقتوش النهاردة ملقتوش النهاردة في الويل هاوس الصغير منه كان بـ 22 جنيه انا ما شفتش الكبير بس الصغير حجمه يعني قريب من حجم دي كده بس اقصر وادخن فاعتقد هي هتبقى نفس الاماونت بتاعة التيوب دي مثلا لو انا جاي لي 200 ميسج فمية منهم كانوا بيقولوا على الغسول ده بس انا شخصيا مستخدمتوش بس سعره يشجع ان الواحد ممكن يستخدمه وتشوفوا ايه الايفاكت بتاعه معاكو تدي بقى في الحاجات اللي انا بريكماندت برسولي او بريكماندت شخصيا اول حاجة اول حاجة لازم امنشن هو الاسيتون او النيل بولوش رموفر بتاع ايفا ده من احسن الحاجات اللي ممكن تستخدموها كنيل بولوش رموفر هو او اسيتون الاسيتون ده في فيتامين اي وبيشيل المونيكير بسرعة جدا احسن من اي واحد تاني احسن من الاسيتون بتاع يولو انا اساسا مش من السبورترز بتاع يولو خالص ماشي فيه حاجات بتبقى فيوله كويسة ولكن المونيكير بتاعهم مش الطب يعني مش الاحسن ممكن لو زبطوا فكرة ان هو بيقشر يعني انا بالنسبة لي احسن مونيكير استخدمته هو الجل بتاع جولدن روز سعره غالي ولكن الايفاكت بتاعه حلوة انا كنت حط منه بقالي يومين اللي هو لونه كان موم بجد بيقعد معايا كتير قوي ودول بشيلهم عشان الصلة برضو ما تلاقوش بس دول اللي ذكبتهم قبل الفيديو على طول زي ما بقولكو النايل بوليش رموفر ده حلو جدا 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 موما بتجيب واحد موما بتجيب النايل بوليش رموفر كده واحد كبير كده بخمسين جنيه بس انا مالوش اسم مش عارفة بتشتريب النايل بالزلط بتاع يولو لما انا جربته بعض انا حتى لما بفتكر بقى شعر بعض قعد امسح كتير 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 وفي الاخر مش بيطلع بالشكل الكويس وبيخلي المونيكير الاحمر يتبع اطره هكذا وطالما احنا بنتكلم على ايذا هكلمكو كمان على برودكت كمان منهم حلو قوي ده مزيل الميكياج بتاع العيون اهم حاجة في مزيل الميكياج بتاع العيون ان هو يبقى في زيت يبقى في بيز زيت يعني ليه بقى؟ لان اساسا احنا لو استخدنا اي زيت في الناحنا بس ما تعملوش كده نحنا نشيل بي الميكوب بتاع العينين الزيت بيشيل الميكوب على طول وبيخلناش نهري عينينا فان احنا ندخل فيها بقى ميكوب روموبر وميسيلر ووتر ونفضل ندعك كده علشان يطلع علشان المسكرة تطلع من رموشنا وان احنا أسا نشيل الميكوب قبل ما ننام دي حاجة مهمة جدا علشان السواد اللي تحت العينين لان احنا في وقت كبير جدا من كتر ما احنا بنستخدم كحلة مثلا او بنستخدم مسكرة من كتر ما احنا بنسيبهم وبيسيحوا تحت عينينا بيخلي الحتة دي تغمق عن العادي ويبتدي الميكوب ان هو يخش تحت الطبقة دي فبتخلي المظهر ان هو غامق بس مش بيبقى عندنا مشكلة ان الدكتور يعالجها لأ دي حاجة بان احنا نستمر ان احنا نشيل الميكوب بتاع كلامة كتير او انت فهمتوا كمان حاجة من جارنيي نفس الفكرة بتاعة الميكوب روموفر ده ده بتسعة وخمسين جنيه الميكوب روموفر بتاع جارنيي بتسعة وثلاثين جنيه الصغير الحجم تقليلا بيبقى قد ده لهو بيبقى مية وخمسين ميلي تقريبا بس مش متأكدة من الحجم بالزبط لما اتكلمنا برضو على جولدن روز من شوية فده بقى البرودكت اللي قلتلكو علينا هو هيبقى بين المية وما بين الخمسين هو الاويل او الزيت بتاع الدوافر ده احسن حاجة ان هو مش بينقض الودوم لان هو وانس بيتحط على مية بتحط على دوافر كمية الاويل بيتشل وبيبقى عادي كأنه مفيش حاجة بس بيدي لمعة حلوة قوي للدوافر بيعالج فكرة ان الدوافر بتبقى مثلا من الجنب كده الجلد بتاعها ناشف بتاع هو ده بيعالج كل ده وحلو جدا فان احنا مثلا نستخدم ده على دوافرنا وده على ادينا بجد هيفرق قوي في شكل ادينا كان زي ما قلت كان بخمسة وسبعين جنيه تقريبا علشان انا جايباها بقالي شهر ونص فانا مش فاكرة السعر بالزبط بس عمتا المانيكير كله بتاع جولدن روس حلو قوي فيه واحد بخمسة واربعين اللي هو العادي وفيه الجل اللي كنت جايباها كان بخمسة وسبعين جنيه تقريبا بس ده فعلا تحفى وبيعالج حاجات كتيرة قوي وبس دم اكسبرينس من اكتر الحاجات اللي جاب التأسير حلو قوي مع فيتامين اي على دوافر حاجة كمان بتسئل عليها لما ببقى حطها لابلو اللي هي بلتشاري هي بتدي لون وفي نفس الوقت بتخلي شكل الشفاف مترتب كل ما بحطها الناس بتوع تسألني ايه الروتين بتاع شفافي هو انا بس اللي بلو دي بحطها وانا بحط الميك اوب عشان عندي مشكلة مع الليبستيك انا معرفش ليه وبحبش الليبستيك انا عندي مشكلة ان انا بحس ان كل الليبستيك لونه مش حلو غير لو لونه بني ومش في كل الاوقات بيبقى ينفع احط يعني روج لونه بني وانا بدايق لما بيتقشره او بدايق لما بيروحه فقصة كده مهم ان انا بستخدم الليبالو ده عشان سهل اريق ابلاي كده وانا ماشية في اي حتة فهو ده اللي هي بلتوت اللون ده من اللي دايما هاريكماندت هي دوف اللي بجوز الهند مزيل العرق ده من اكتر الحاجات الحلوة من اكتر الحاجات مفيش حد قلتله على البرودكت ده وما قليش ان هو فعلا فعلا فارق عن كل البرودكت حتى بتاع الدوف اللي استخدموها بتاعة ازالة العرق من اكتر الحاجات اللي ببي باركماندت ده ب 49 جنيه بس دايما بيبقي نزل عليه قافر وانا كنت جايبه اساسا قبل كده العلبة اللي قبل دي كنت لكني مزيل يعرق بتاعهم ب 100 جنيه وده ب 49 جنيه تبدو تفهى ولكن بالنسبة لي مهمة ودي من الحاجات اللي أنا قلت إن أنا لازم أريكماندك هي القطن بتاع ميني سو فين ميني سو فاتح؟ بيبقى فاتح في كل المولات الكبيرة في القاهرة واسكندرية لكن أنا معرفش لو هم ليهم فروع تانية في المدن ولا لأ بس دول اللي أنا عارفة إن هو فاتح فيهم سيتي ستارس، سيتي سنتر كايرو فاستدل ومول في إيجبت ومول في أريبيا الحاجات دي كلها فاتح فيها سيتي سنتر اسكندرية كمان فاتح فيها القطن ده 800 قطنة بتسعة واربعين جنيه 800 قطنة بتسعة واربعين جنيه كمبيرد ليه ده تقريبا 100 قطنة بتبقى باربعين جنيه فده حرفيا قاعد معايا من شهر سبعة اللي فات يعني أنا فاكرة لما روحت لما سفرت في الصيف اللي فات كانت ده القطنة اللي معايا ولسه حد دلوقتي معايا وفاضل في حبة حلوين قوي فبجد من الحاجات اللي أنا بريكماندك انتو لو بتستخدموا سكين كير لو انتو بتستخدموا منتجات عناية بالبشرة فمعنا كده انتو اكيد بتستخدموا قطنة كتير فدي اكتر حاجة موفرة واكتر حاجة كويسة استخدمتها وفرت علي كتير قوي القطنة على ان انا مثلا كل شوية القطن بيخلص وانزل اجيب ويخلص ويجيب فدي فعلا بقالها كتير قوي طالما احنا دخلنا في الحاجات التفهة فالناس برضو اللي بتحب تعمل تسريحات شعر وبتحب تعمل توقت تبقى صغننة في شعرها فمن احسن الحاجات اللي انا اكتشفتها الالاستيكس دي الصغيرة دفيرة صغيرة بنبقى عاملين بتاع فبنبقى عايزين توكا صغيرة علشان يبقى شكلها بنبقى محتاجين الالاستيكس دي طيب دي تقريبا كانت حوالي يعني دي ناسمها انا وليم صاحبتي وبصوا لسه فاضل فيها قدقي فهو اعتقد ان هي حوالي الف واحدة والالف بخمستاشر جنيه هي فيها مشكلة واحدة ان هو الواحدة بتستخدم مرة واحدة وانتو بتشروها مشاعركو بتقطعوها علشان بس ما تلفش على شاعركو وتقطعوه دي كانت من مكتبة الوان مكتبة الوان موجودة في الاماكن كتيرة او اكتبوا اسمها على جوجل او اكتبواعنوين مكتبة الوان اكتبوها على جوجل woast مكتبة الوان هتلاقوا اقرب فرع ليكم زي ما قلت الالف تقريبا بخمستاشر جنيه انا دايما بتسئل على شاور جيل كويس سعره كويس وفي نفس الوقت يبقى الايفاكت بتاعه كويس فهو ده مش شاور جيل ده حاجة اسمها كريم شاور ده لو الناس بشرتها حساسة او لو بشرتكو بتأشف او لو بشرتكو بتعمل حساسية انا كان عندي نوع من انواع الحساسية انا ما كانش بأشف على قد ما انا كان جلدي بيقشر علشان تغير الفصول وعلشان الصابون اللي انا بستخدمه والكلام ده كله فالدكتورة هي نفسها كانت كبالي على ده ان انا استخدمه بدل الصابون دي تقريبا 250 ملي ودي سعرها 41 جنيه وبتقعد فترة حلوة قوي لان هو الكريم شاور بيبقى تقيل مش زي الشاور جيل يعني بيبقى قوامه عامل كده زي الكريم المرتب بالزبط زي ما قلت ده ب41 جنيه ومن اكتر الحاجات اللي بحبها ومن اكتر الحاجات اللي كنت بجيبها بقالي كتير قوي يعني دي مسلا اول مرة جيتو كنت في ربعة بتدائي تقريبا او حاجة زي كده وفيه ضف برضو نفس الشكل ده يعني ده نيفيا ضف عامل نفس الحاجة دي وتقريبا برضو بنفس السعر ونفس الـ باكتجنج حتى وكل حاجة خلصت كل الحاجات الكويسة اللي انا شايفها من وجهة نظري كويسة لو انت عندكوا اي برودكت تاني بتحبوه سعره اقل من 50 او من 100 جنيه تقدروا تكتبوه في الكومنس علشان كلها نستفيد من بعض ونستفيد من الحاجات الرخيصة فكده الفيديو خلص thank you so much for watching ولو الفيديو عجبكو قلولي باي باي